يشهد وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر غدا اطلاق أكبر برنامج لتدريب الصحفين الأفريق تبدأ الدورة الأولى بتدريب عشرين إعلاميا سودانيا وتستمر لمدة أربعة أسابيع ذكر المجلس الأعلى للإعلام في بيان له أنه سيتم خلال الدورة عقد ورش عمل لمناقشة أهم الموضوعات الإعلامية والسياسية المطروحة على الساحة ومنها السوشيال ميديا وتأثيرها على الإعلام صياغة رؤية صحفية وإعلامية مشتركة بين القاهرة والخرطوم ويشمل برنامج الدورة أيضا عددا من المحاضرات والزيارات التثقيفية والترفيهية لمعالم مصر القديمة والحديثة ويشمل برنامج تدريب الإعلامين الأفارقة على عشرة دورات تدريبية متخصصة للصحفيين الشبان والإذاعيين الأفارقة الناطقين باللغة الإنجليزية والفرنسية والعربية الناطقين باللغة الإنجليزية والفرنسية والعربية